شكرا لكم في النشرة الرياضية استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة سيد هشام بن محمد الجودر استقبل رئيس وعضاء لجنة المنظمة لمهرجان الإخاء الرياضي لكرة القدم والذي اختتم مؤخرا بمشاركة عدد من المراكد الشبابية تحت شعار وطن يجمعنا وقام وزير شؤون الشباب والرياضة بتكريم أعضاء لجنة المنتمين إلى مشروع فترة الخير تقديرا وعرفانا للجهود التي بدلوها منوها بالأهداف السامية للمهرجان الذي يرمي إلى تعزيز التلاقي والتعارف بين شباب مملكة البحرين تغلب فريق الحالة على منافسه المحرق بأربع وتسعين نقطة مقابل سبعين نقطة وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المربع الذهبي لدور زين البحرين لكرة السلة وتألق في صفوف الحالة المحترف الأمريكي لوران وودز بتسجيله اثنتين وعشرين نقطة فيما كان اللاعب بدر عبدالله أفضل المسجلين في صفوف المحرق برصيد سبع عشرة نقطة وبهذا الفوز رفع الحالة رصيده إلى أربع نقاط وضعته في المركز الثالث بفارق تسجيل النقاط عن المحرق صاحب المركز الرابعي والأخير أربع وعشرين نقطة